رفض الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية عدى الكتلة الصدرية مبدأ المجيء برئيس حكومة توافقي قح كونه يعد انتكاسة كبيرة لمن يريد عراق قويا وحكومة قوية وبالتالي لن يكون أبدا في صالح العراق دولة وشعبا القياد في تحالف الفتح أحد الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي حامد الموسوي أكد أنه لا ضير في أن يكون رئيس الوزراء من الكتلة الصدرية أو اتلاف دولة القانون مع الحرص على أتنال القوى السياسية الأخرى سواء الفائزة والتي تعيشها جزء الإقصاء والتهميش مواقع وزارية وفق استحقاق كل كتلة وبالتالي تكون إدارة الدولة بالمشاركة من خلال مجلس الوزراء